غياب حامل نسختين سابقتين منتخب المغربي 2020-2018 سيناريو مسلسل طويل انتهى بغياب المنتخب المغربي عن شهر للأسف الشديد يعني احنا كإعلاميين متمنناش يعني يحدث هذا الشي وحتى الفئة كبيرة من شعب الجزائيين متمنناش غياب حامل لقب لكن جميع الملكية لكوات القدم ورئيسها فوزي القجعة كانوا قاموا بمصرحية بين قوسين نسميها مسرحية كانوا على بالهم باللي جياني إمبانتينو وراء جاي من الجزائي المغرب لحضور قرعة مونديال الأندية في المغرب بعدما الجامعة كانت دارت بيان للانسحاب من قبل وأنها تنسحب من شان عاودت استدعات اللاعبين وجابتهم للمطار وحطوهم في المطار أمام الكاميرات وجوزوا عليهم جياني إمبانتينو ورئيس الفيفا ورئيس الكاف موت سيبي جوزوهم أمام اللاعبين وصوروا أنها مسرحية وكأنهم يتوسلوا الإمبانتينو أنه شوف الجزائر واش دارت فينا وحنا الحمد لله ما دارنا فيهم والو بالعكس اللجنة المنظمة كانت قامت بكل ترتيبات كانت بعثت حتى الحافلة الخاصة بنقلهم من المطار إلى الفندق اللي كانوا يقيموا به كانوا وجدوا لهم في القاعة الشرفية المطار استقبال جيد كانوا يستنوا فيهم حنا كنا نستنوا إحنا كي سمعنا الأمس الأخبار وردة من المغرب أنه المغرب تراجع عن قرار الإنسحاب وربما ممكن يكون حاضر في البطولة حنا كنا نستنوا فيهم يجوا كنا نقولوا بالك لعله وعسى أنهم تراجعوا عن فكرة القدوم في رحلة مباشرة هذا أمر سيادي وأمر تدولة كما قال الموت سيبي هذا أمر تدولة وأمر يخص سيادة الدولة كانت عن بكنية طيبة نعم بعد فوزي القجاع كانت حدث لوساء الإعلام المغربية كان قال لهم كنتمنى الشابة بيشارك في البطولة هادية لو أنك صح كنتمنى الشباب هذا يشارك في البطولة كنت يعني تتغادى على هذا الأمور حتى في ألعاب البحر ما جوش فيه إحنا مباشرة يعني كانوا تنقلوا داروا داروا الإسكال وجووا للجزائر وشاركوا يعني كانوا قدرين يتغادعوا على هذا الأمر ويجوا في رحلة إحنا الجزائر كانت قدمت لكثير من تنازلات هذا الأمر يعني لازم نشيره له جزائر قدمت لكثير من تنازلات في القضية لكن القضية الجوهرية ما تقدرش تنازل فيها كانوا كنا قلنا لهم تقدرجوا حتى في خطوط جوية تونسية من المغرب إلى الجزائر مباشرة يعني نفتح لهم الحدود والحدود يجوا لكن مش في الخطوط الجوية المغربية نعم ولكن المونديال على كل حال لعب وحتى في غياب إيطاليا وشان سيلعب حتى في غياب حامل لقب حامل لقب كنا نود أن يكون حامل لقب هنا ليدافع اللقب لكن لم يحدث ذلك